وقبيل لقائه المستشار الدكتور حنفي جبالي استحب المستشار أحمد بناء عمين عام مجلس النواب السيد مارتن تشينغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي في جولة انتفاقضية لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة وقال ذلك عقب انتهاء أعمال الاجتماع البرلماني العالمي والذي نظمه مجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش قيمة المناخ بمدينة شرم الشيخ وخلال الجولة استمع أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي لشرح وافن حول تفاصيل وأجزاء المبنى واسلوب العمل بداخله والذي يمثل طفرة إنشائية طليق بمقر المؤسسة التشعية بالجمهورية الجديدة التي دشنتها الدولة المصرية مؤخرا